دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة الموقتة عدن أحمد الداودي أعمال السفلتة بمشروع استكمال صيانة شارع الحريش إلى تقاطع كورنيش الفغيد الفنان محمد مرشد ناقي بمنطقة ريمي وطلع الداودي على أعمال فرش الطبقة الإسفلتية للشارع بطول 700 متر وبعرض 8 أمتار واستمع الداودي من الجهة المنفذة للمشروع إلى شرح حول سير الأعمال الجارية والمنجزة في المشروع حثا على مضاعفة القهود في استكمال كافة أعمال المشروع بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالذكرى الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة مؤكدا ضرورة التنفيذ وإنجاز المشروع بحسب المواصفات الفنية وحسب المعايير الهندسية المتفق عليها